لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد أنه يجري الترويج لبعض الأقوال أن من يدعو إلى رفض الدستور هو أكذب وأجرام ومش نعارف واش وطواه تفننوا في النعود في وصفه أكثر من الذي يقول نعم بل يقولون أن الذي يقول نعم الدستور هو صريح في موقفه ولكن الذي يقول لا هو يدلس ويكذب ويخادع وما إلى ذلك لماذا؟ أنا أعتقد بأن هذا الطرح هو أول طرح إقصائي وتوزيع اتهامات وهذا لا يليق بشخص يدعي أنه سياسي ويدعي أنه يريد الخير للجزائر والجزائريين أن تقول لا للدستور فهو موقف شخصي وموقف سياسي أن تقول نعم أيضا موقف سياسي وموقف شخصي أنا شخصيا أحترم من يقول لا وأحترم من يقول نعم وأحترم من يقاطع هذا من حيث المبنى أما أني أتفق وأختلف معهم سياسيا في هذه المواقف فهذا شيء آخر ما يجب أنه يقلل من شأن أي طرح السياسي الذي يأتي ويسفه ويكذب ويخون كل من يختلف معه في الموقف أعتقد بأن هذا السياسي هذا مشروع ديكتاتور مشروع مستبد يريد أن يصفي حسابات أخرى ولا يريد أن يبني أو لا يملتلك مشروع للتغيير في الجزائر إن الذين يقولون الآن ويسفهون ويخونون ويكذبون ويطلقون كل السفهات على طريقتهم بحق من يختلف معهم هم الذين جنوا على الحراك الشائر وسأعود إلى هذه النقطة في نهاية كلامي حول قضية الفرق ما بين في تقييمها لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله